السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متتبعي قناة شيوات فطيمة مرحبا أيضا بالأشخاص الجدد اللي عاد نضموا للقناة وبالنسبة لأول مرة كيشوف قناتي فكنقول لكم مرحبا والف مرحبا أيضا إذا عجبكم المحتوى اللي كنقدم فيها فما تنسوش الانخراط بالضغط على الزل الأحمر زل اشتراك وأيضا تفعيل الجرس باش اقدر توصلوا بجديد كل وصفات وصفة اليوم إن شاء الله عبارة عن وصفة طبيعية مجربة وفعالة العلاج الزكام أي نزلات البرد أو لا ما يسمع نحنا يا بروح فبسم الله على بركة الله بالنسبة لمكونات الوصفة هي مكونات طبيعية عندي جوج مكونات فقط عبارة عن زيت الزيتون الطبيعية اللي غادي نحتاج منها ملعقة كبيرة وعندي البرتقال فغنكون في حاجة أيضا البرتقالة وحدة اللي كنكون غسلتها جيدا برتقالك تكون كبيرة الحجم فده بسم الله بالنسبة للطريقة كناخد هنا تنجرة اللي كنكون وضعت فيها كمية من الماء وخلي تحت وصلت لبرجة الغلايين من بعد كنضيف لها البرتقالة وكنخلات قريبا ما بين 8 حتى العشرة الدقائق حتى كتسلق لنا ديك البرتقالة فمرة مرة كنبقى نقلبو البرتقالة باش هكدت تنضج لنا من كل الأطراف ينفوك يبليكم اللون دي الماء صبح غادي اللون البرتقالي فكتحبسو وكتطفو على النار ما تفوتوش لها عشرة دقائق فهي عشرة دقائق قتسلق وكتصبح يعني ناضجة من بعض مرور عشرة دقائق كنزولها من على النار ومباشرة وهي سخونة كنقسموها على زوج وكنعصروها في العشرة دي البرتقال او للعشرة دي الليمون فكيف ما كتلاحظو معايا هنك تبليكم بقى سخونة ما تخافوش ما ديش تحرقكم لا في يديكم لا تحاجة كتقسموها على زوج وكتعصروها بالنسبة للأشخاص اللي غادي يسئلوني واش ممكن نستعنوا بهد الوصفة ولكن البرتقالة ما نسلقوهاش لا فضرور يخصكم تسلقوا البرتقالة عادة باش تعصروها باش يمكن لكم تستعنبها في الوصفة واحدة نصيحة فدبا ما شاء الله الليمون او المنظرين توفر بكترة فدائما ناكلو منو بكمية كثيرة وخاك يكون شوية بارد يعني كيصغب اننا ناكلوه ولكن اوفو كتاكلو المنظرين اللولا صافي كتبعو الاتانية كيولي كيجيكم يعني يعني كتدعو له كتقدروا تاكلوه فهو كيقولنا الجهاز المناعاتي ديالي ديالنا عفوا او اللا ديالي حتى انا ما فيها بس فليهذا استعنو ببزاف هاد البرد قبل ما يعني تصابوا بالزوكم او لا يضربكم البرد فهو كيقوي جهاز المناعاتي دائما اخوضوا منو بكترة لانو مفيدوا ايضا كيفيد الاطفال صغار فانا كيفما كتلاحظوا معايا اعصرت البرد القالة ضفت عليها كمية ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعية خلطهم مع بعضياتهم ومباشرة كتشربوهم كتاخدو على الريق مني كتفقو مع الصباح هاد الكمية كتعودو كني كتقدو وحده في الغضاق قبل ما كتغضو كتشربوها وتاني مني كتبغيت نعسو كتاخدو هاد الكمية كاملة كتبقو غادين على هاد المنور تقريبا ثلاث ايام وبإذن الله غادي تشافوا من الزكم نهائيا صراح هاد الوصفة هي لي ما اعتمد انا في هاد البرد رائعة كنتمنا ان شاء الله تجربوها كنقوليكم بسلام عليكم وفي اماني الله الى حلقة قادمة ان شاء الله ملاحظة صغيرة الي اعجبكم هاد الفيديو فما تنسو تشاركو مع الاهل ليالكم وايضا الاصدقاء باش يستفدوا من الوصفة كنأكد عليكم بانها فعالة كنقوليكم بسلام عليكم الى حلقة قادمة ان شاء الله